تغيروا اسم يثرب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يثرب إلى طابة والمدينة وطيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة متفق عليه وقال جابر ابن سمرة رضي الله عنه كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة رواه الطيالسي بإسناد صحيح تشريع الأذان شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة وكل الروايات التي تذكر أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة أو في الإسراء والمعراج لا يثبت منها شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين بلال بن رباح عبد الله بن أم مكتوم سعد القرض أبو محذورة رضي الله عنهم أجمعين إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه في السنة الأولى للهجرة وكان من علمائهم وكان إسلامه حجة على اليهود شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة